بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة عشرة وكذلك عزيز الطالب صفحة دعش والصفحة ينذني الهن علاقة موضوعين اللي هن الكلمات المركبة وكذلك موضوع اعطاء الاسباب طبعا عزيز الطالب موضوع الكلمات المركبة شرحت لك يا بهذاك الدرس بالكتاب وجبت لك اسئلة وزارية اليوم هم راح اشرح لك ياه واجيب لك اسئلة وزارية مختلفة حتى اقل لك ترى هذا الموضوع مهم طبعا هو يجيب يا سؤال بالوزاري يجيب السؤال الثالث بيتي المرة مني شرحته كان سؤال الثالث سي هسه سؤال الثالث منواء بي فانت خليهم مقا بعقلك بعقليتك بأي مكان بعقلك انه هذا الموضوع الكلمات المركبة يجيب السؤال الثالث يا اما بي يا اما سي ما عرف بس اهم شي بالسؤال الثالث شلون يجي؟ يجي مثلا بهاي الطريقة لستة اي و لستة بي ويقلك ماتش اربطهن انت تجي شوفن الكلمات المركبة مثلا مثلا شوب وياها لازم منواء السيستانت زياني ش مادريك التستار الشوب مع السيستانت هاي اول شي موجودة بالدرس الاول بالمنهج مالتك وثاني شي راح اشرح لك تمرين راح اشوفها انتش تربط لشوب السيستانت وتكمل البقية مثلا رايت يكتب وش يكتب لاحظ وتكمل البقية لكن هسه اللي راح تتاخدها هاي شوب السيستانت فلاحظ شون يجي لستة اي و لستة بي ويقلك ماتش اربطهن بعد عزيز الطالب هنا بما انه ان جبت هاي الاسئلة الوزارية لفت انتباه الرالي طبعا شرحت لك موضوع رالي و كوايت و كوايت قلت لك ذني يجنب بين اقواس يا اما تختار رالي يا اما تختار كوايت شرحت وفصلت لك يا لكن هسه شفته مو بس اقواس يجي اسقاط شوف هنا يجي وش قلت لك قلت لك اهم شي تركزلي على التمرين ما تليش لان ما يجيبون خارج التمرين ولو تلاحظ هاي النقطة تاخذها وتروح حسل الكراسة شوف التمرين وين راح تشوفها نصا وش قلت لك قلت لك اذا شفت اه لازم شو تخليلي رالي اذا حالها اه رالي طبعا هذا بالنسبة لهاي المدر مني نجت يسا شفتها قلت خلى نمو حاليها لذلك راح نرجع مرة اخرى الموضوعنا اللي هو الكلمات المركبة لسن فور الدرس الرابع لليونت وين اللي تحت عنوان باينغ اللي معناها شنوى الشراء اند السالينغ اللي معناها البيع بهذا الموضوع بالتمرين الاول هذا مهم جدا جدا نار وشرار هذا الخبزة وهذا التمرين الوزاري ادير بالك علي عزيز الطالب كلمات مركبة شون يجن بالامتحان مثل ما راويتك قبل قليل يجن بطريقة افقية لست اي ولست بي وممكن يجيب هج شي بصورة عمودية ويقل لك يلا ماتش اربط لي لاحظ عزيز الطالب ومرة جاي بطريقة شلون لاحظ قائل لك سويت شنو ياها شوب لو بروف فانت عزيز الطالب اذا فهم التمرين والكلمات اللي عندك تحل طبعا سويت معناها حلويات وهسا راح اجي انا طبعا ما راح حل لك ياها السا بعد ما فهمك يالله نحل نيجي الاول واحدة اوكي ماشي طبعا تمرين اش يقول يقول ماتش اربط لي الكلمات لكي تصنع لي كلمات مركبة شوف كلمات مركبة لو تلاحظ هاي سويت لاحظ نحظ نفسها السويت وياما راح اربطها لو تلاحظ عزيز الطالب اي مع الفايف الفايف شنو يا شوب حتى شنصير راح اصير عدي محل الحلويات محل الحلوة ولو تلاحظ ايضا ايضا متعود احفظكم بالدارس يعني تحفظون التمرين هسا لان مهم سويت حلية بعد حل حتى تعفظ كتبت لك ياها سويت شوب سويت شوب اللي هي محل لبيع حلوة حتى تصير قريبة عليك حتى تفهمها وخليها تتكرر علي عقلك هسا بما انه مرت اكثر من مرة واشرحت لك علي عقلك فراح تقول سويت شوب لو سويت بروف اكيد سويت شوب لاحظ بهاي الطريقة عزيز الطالب نجي لالثانية كار وياها من هو بارك فراح اصير بي 11 بي 11 ونكتبها كاملة كار بارك اللي هو مكان لركن السيارة يصفطون بالسيارة بارك كار بارك اللي هو مكان لصفط او ركن السيارة خليها بالك كار تيجي مع كلمة بارك كار بارك نجي للسي السي انفميشن ايش تحتاج تحتاج ديسك اذا سي مع التسعة سي تسعة سي ناين شراح اصير الكلمة كلها انفميشن ديسك اللي هو مكتب معلومات انفميشن ديسك ديسك معناها مكتب وانفميشن معلومات وهذه اخذناها بالدرس الاول من الكتاب ومهمة انفميشن ديسك نجي المن نجي الهاي ديسك 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 معناها شنو معناها قرص وياها منو بريكس اذا دي رح اصير ويا سيفن دي سيفن الكلمة كاملة اسمها ديسك بريكس اللي معناها الفرامل ديسك بريكس اللي معناها الفرامل البريكات وانتبه لهاي كلمة ديسك معناها مكتب وهي كلمة ديسك اللي معناها قرص نجي المن للإي إي إنسكت معناها حشرات وياها كلمة بروف وان كلمة بروف هاي ثمين اذا الإي مع الثانية رح سصير إنسكت بروف اللي معناها مضاد للحشرات مضاد للحشرات بعض الاحيان ويند بروف ووتر بروف مضاد للماء ويند بروف مضاد للرياح انسيكت بروف مضاد للحشرات فهي البروف وهو تتكرر نجي لكلمة ار ار رح نربطها مع منه مع الاولى اذا اف مع الاول ورح تطيني كلمة ار باغ اللي معناها كيس هوائي او وسادة هوائية اللي موجودة بالسيارة نجي لجي الجي رح نربطها مع العاشرة اذا جي تن رح تصير عدي سوامنج بول اللي هو حوض السباحة سوامنج بول اللي هو حوض السباحة هاي مهمة عزيز الطالب تدير بالك عليها نجي للأتش الأتش رح نربطها مع جيم حتى تصير اتش ثري وصير عدك فيديو جيم اللي هو العاب الفيديو فيديو جيم العاب الفيديو صن اللي معناها شمس رح نربطها مع روف اذا الاي مع الثامنة رح تصير عدك صن روف اللي هي فتحة بالسقف فتحة بالقمارة نجي المن نجي الهاي ليتا ليتا شل معناها معناها قمامة وعندك بن اللي معناها سلة او سطلة حاوية فراح تصير جي مع الستة اللي هي ليتا بن اللي هي الحاوية او سلت او سطلة القمامة وهاي مهمة هاي مهمة هاي الطلاب دائما ينسوها ليتا بن واضحة نجي للشوب الشوب يامن معه اسستنت فاش راح تصير عد الكي مع الفور شوب اسستنت اللي معناها الصانع بالمحل وخليها ببالك قبل شوية خذنا سويت شوب اللي هو محل للحلويات وهس الشوب اسستنت يختلفن هاي صانع محل وهذا محل حلويات وانتبهي لكلمة شوب هنا صارت بالنهاية وهنا بالبداية شوب اسستنت اللي هي صانع محل عزيزي هذا بالنسبة للتمرين الاول كلمات مركبة ادير بالك عليها حاولت افهمك وحفظك بقدر المستطاع راح ننتقل عنياق المل للتمرين الثاني اللي يتحدث لي عن شيني اعطاء الاسباب لو تلاحظ هنا يقول لك هذن الحاجيات هذن الحاجيات بلوتوث كنكشن جي بي اس الالكتريك ويندوز الشين الفائدتهن شن الغرض من وجودهن وبعد استخدم لي سو يو كان او سو يو كانت اذا هنا منطيق قاعدة سو يو ما منطيق قاعدة تو هيلب منطيق قاعدة سو يو راح شنسوي اول شي هاي الحاجة نخليها وين الجملة فراح نقول كورز السيارات هاذ طبعا الارباق وين موجود بالسيارات اذا السيارات هاذ تحتوي ايرباقس اكياس هوائية هاي الجملة بعدها نيجي للقاعدة سو يو كانت وشوف اختارينا كانت ما اختارينا كانت ليش لان كانت فقط للجي بي اس ولاحظ الشرح اكتب كانت هنا اوكي كانت فقط للجي بي اس نظام تحديد المواقع وللتنتد ويندوز والبقية كل هنش نخليلين نخليلين كانت اذا هاي الجملة بعدها نجيبنا قاعدتنا سو يو كان اوكي وبعدها نجيبنا الفائدة بي سيف ان اكراش تكون امن في الاستدامة اذا تخليها ببالك ثلاث شغلات جملة قاعدة فائدة جملة قاعدة فائدة جملة قاعدة فائدة جملة قاعدة فائدة ولاحظوا هناك هناك بلوتوث هاي الجملة بلوتوث شنوه وهاي لو تلاحظ خط هاي الحاجة خليتها وين بالجملة اذا الحاجة بالجملة خلصنا من الجملة راح نجي المن راح نجي للقاعدة سو يو كان ايضا شغليني كان لاحظ سو يو كان لسن تي ميوزيك هاي الفائدة شوفها لسن تي ميوزيك اذا جملة قاعدة فائدة جملة قاعدة فائدة فائدة البلوتوث شنوه لسن تي ميوزيك زيان هذا بالنسبة للمن بالنسبة للبن نجي المن للجي بي اس جي بي اس نظام تحديد المواقع راح نخليه بيمين بجملة وبعضين القاعدة وبعضين الفائدة لاحظ السيارة نقدر نقول ونقدر نقول حتى هاي تقدر تقول انها تحتوي او السيارات هاي عادة تقدر تقول هنا تقدر تقول وتقدر تقول يعني الشغلة مو اجبارية لاحظ بس هذا الحل النموذجي اللي هما الوزارة يعني جايبتها اننا وحنا نحل عليها بس انت تقدر تقول انها تحتوي بلوتوث صح والله وتقدر هنا تجيب الثاريز تخليها هنا ايضا صح فالجملة لا تحير بيها شون ما تريد صيخة صيخة نجي المن نجي الهان انه يحتوي اد جي بي اس اللي هو نظام تحديد المواقع شوف الجي بي اس اخذت اخذت كانت اذن هاي الجملة وهاي القاعدة لحد كانت ومتقصدة لو ولك كانت حتى اقول لك مع منه مع الجي بي اس لازم كانت وبعدين جيت لوسط حتى ما نضيع هاي شنوى الفائدة فائدة الجي بي اس حتى ما نضيع شا اريد من عندك تركزه يا اي بنمتحان احتمال ينطيك الفائدة شيريد الحاجة او ينطيك الحاجة شيريد الفائدة او يقل لك يلا يوز استخدم لي اختار لي يا اما كان يا اما كانت الكانت جي بي اس للجي بي اس والتنتد ويندوز والبقية كون جنوى كان راح نجي الهاي هاي لا هي جي بي اس ولا هي تنتد ويندوز هاي الاكتريك ويندوز فلذلك ش راح استخدم راح استخدم كان ولاحظ الجملة شوف هون هي كان هاي نجي there are هنالك electric windows هاي الجملة electric windows والجملة هاي الحاجة مالتها خليتها بجملة بعدين so you can هاي القاعدة اللي هو قاعدة اللي استخدمها so you can شوفها so you can بعدين اجيت للفائدة واخرت القوسين وخليتها open هاي open the windows الويندوز وهاي easily وخليت نقطة يعني بسهولة فائدة النوافذ الكهربائية لذلك يمكنك open ان تفتح the windows النوافذ easily وخليها ببالك احتمال يطيك الحاجة ويريد الفائدة احتمال يطيك الفائدة ويريد الحاجة واحتمال يخيرك بين الكان والكانت وركز يا بطل بعد روح للي لو تلاحظ there is sunroof وهاي sunroof هي الحاجة خليتها بجملة there is زين استاذ ليش are هنا وليش is هنا انا قللك لان هنا جمع نوافذ وهنا sunroof واحدة مفرد فاش خليت is وتعرف ال is مع المفرد وال R مع الجمع فلاحظ there is هناك a sunroof فتحة بالسقف so you can شوف خليت can ما خليت can't يا بطل لاحظ so you can لذلك يمكنك let تنتدع تنتد ويندوز النوافذ المضللة so you can't شوف مثل ما قلت لك بس GPS والتنتد ويندوز can't والبقية كل شنوه can ركز يا بطل طبعا لحد لحد هنا لحد هذا التمرين بهذا التمرين موجودات تجيب فلاحظ there are هناك تنتد ويندوز نوافذ مضللة so you can't لذلك أنت لا يمكنك see أن ترى into the car داخل السيارة easily بسهولة بعد خليها ببالك احتمال يخربط لك ينطيك الجملة ويخلي لك القاعدة بالأخير وينطيك الفائدة بصف الجملة أنت شي سوي جملة قاعدة فائدة جملة قاعدة فائدة بهذا الشي وبهذا التركيز عزيزي الطالب إن شاء الله فتهمت وعرفت شون يجي بعض الأحيان ينطيك الحاجة يريد من عندك الفائدة بعض الأحيان ينطيك الفائدة يريد من عندك الحاجة وبعض الأحيان ينطيك can lo can't يعني can lo can't فأنت ركز وبعض الصعبة كلش من يخربط لك الجملة ينطيك الجملة واحد وينطيك القاعدة بالأخير ويطيك الفائدة بصفة جملة هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 10 راح نروح على صفحة 11 التي تحتوي على تمرينيا وإن شاء الله بسيطات وسهلات طبعا صفحة 11 بيها التمرين الثالث لو تلاحظ عزيزي الطالب أمامك يقل لك read اقرأ the sofa advert اللي هو إعلان الصفة كلمة الصفة يعني أريك ومثل ما تلاحظ قدامك بصورة بعد يقل لك circle ضع لدائرة 8 adjectives للثمان صفات لازم نحوط هنا على كم صفة ثمانية راح نجي صفة sale اللي هو شنو معناها مبيع الأرائك مزاد مبيع الأرائك يقل لك bring أجلب new شوف هاي new اشتعتبر صفة bring أجلب new life حياة جديدة إلى شوف أنتو يعني داخل في غرفتك هنا أكو up to 50% يعني تخفيضات بنسبة 50% وذني صفة اللي هي الأرائك بعد راح نجي المن نجي نقرأ الإعلان الإعلان إش كاتب لك comfortable معناها مريح إذن هاي صفة صار عندك صفة يعني هو يريد ثمانية comfortable مريح ثري 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 سيتر ثلاث شوف ثلاث شنو مقاعد يعني مثل هاي شوف ثري سيتر ثلاث مقاعد لحظ هذه الفكرة الأولى comfortable مريحة ثري سيتر ثلاث شنو مقاعد نجي soft caution soft معناها ناعم إذن هاي أيضا صفة caution اللي هي شنو وسائد يصير وسائد به وسائد فوسائد شنو ناعم بعد comes تأتي in five colors تأتي في خمسة ألوان هاي ما بيها صفة بعد recycled materials المواد مالتها قابلة للتدوير يعني recycled يعاد تدويرها إذن هذه صفة اوكي recycled إعادة تدوير كلمة materials معناها مواد صار عدك صفة أربعة stylish أنيقة ثري سيتر تعتبر شنو أريك ذو ثلاث ثلاث مقاعد stylish أنيقة لحظ high stylish يعني على المدين بعد slim design slim بمعنى شنو نحيفة slim معنى شنو نحيفة design تصميم نحيف تصميم نحيف وهذه أيضا صفة slim معناها نحيف design تصميم نحيف بعد removable covers شوف covers معناها الأغطية اللي غطانها removable يعني بإمكانك تغييرها متغيرة الأغطية فهذه removable أيضا شنو صفة هذه معناها يمكن تغيير شنو covers الأغطية اللي عليها أليغانت وودن أليغانت معناها شنو عزيز الطالب لو تلاحظ إياي متقن أو أنيق أوكي متقن أو شنو أو أنيق أناقة أليغانت وودن خشبي legs اللي معناها شون نقول أرجل خشبية أنيقة with wheels مع عجلات هساش أريد أريد بعد الصفة الثامنة أقدر أختار أليغانت اللي معناها أنيقة أوكي وأقدر أختار كلمة وودن وودن خشبية هم تعتبر تعتبر صفة هذا بالنسبة للتمرين الثالث أهم شي المفردات اللي قلت لك بهن عزيزي الطالب حتى تقوي ترجمتك نجي المن نجي للتمرين الرابع طبعا التمرين الرابع يقلك match اربط لي to make sentences اربط لكي تجعل أو تصنع تجنع شنو أوكي تجعل أو تصنع هذا راح أربطه مع منو مع هذا حتى أسوي حتى أسوي جمل أنا وأحلا بالتمرين انتبهت شفت شفت so you can so you can so you want to help you قبل إجابة وضع بالي giving reasons أعطاء الأسباب قلت لازم أنبههم أقلهم هذا التمرين هم احتمال يجيك أربط وهم تنتبه للمعلومات اللي بي مع giving reasons نجي الأول وحدة خمسة ألوان راح أربطها مع منو الأي مع الثاثة لكي تناسب يعني تناسب في الداخل مع تصميم غرفتك لذلك جايب كم لون خمسة ألوان لاحظ عزيز الطالب نجي المن نجي الهاي اللي معناه تصميم نحيف هذي البي معه منو أربطها مع الخامسة الخامسة شي تقول سو ات كان شوف هنا مو كان ما يو شخلى لأت يدل على الاريكة سو ات كان لذلك يمكنها يمكنها تناسب تلائم في غرفة صغيرة لذلك سلم نحيفة تصميمها نحيف مو ضخمة كلش هذا بالنسبة للبي مع الخامسة وانتبهلي على السو سو ات كان فيت ان اصمول روم لغرفة صغيرة نجي للسي يعني مواد يمكن اعادة تدويرها اوكي اذا السي مع منه مع الرابعة ليش مع الرابعة سو يو وانت ليش نجيب شغلات معادة تدويرها سو يو وانت لذلك انت سوف لن لذلك انت سوف لن هوم تؤذي تؤذي من هو الكوكب الكوكب يقصد به بعمالتنا كوكبنا واضح نجي للدي سو اللي هي وسائد ناعمة للغاية جدا ناعمة هذي ويامين الدي راح نربطها مع السادس لكي تساعدك على الاسترخاء وانت تجي كسقاط تجي كموضوع تجي مثلا مثلا الاريكة هاز تحتوي على سوبر سوفت كوشنز لازم شنو تساعدك على الاسترخاء فشون يعطي الاسباب مرة يطيك الحاجة يريد الفائدة ومرة القاعدة فالتركز احتمال يجي بالقاعد ويجي هجي بعد لاجز سيقان مالاتها الارجل الارجل مع عجلات ويومين اربطها ال اي راح اربطها مع الثانية لذلك you can move it easily لذلك انت يمكنك ان تحركها بسهولة لاحظ so you can so you can بعد نجي المن نجي للف الف removable covers يعني الاغط يمكن ازالتها اذا الاف مع الاولى so you can لذلك انت يمكنك wash them ان تغسلهم هذا عزيز الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 10 قد انتهى درسي انتظروني في درس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته